توفد المواطنون على محلات بيع الأسماك لشراء احتياجاتهم من الأسماك المملحة تشتهر أسوان بتقديم أنواع عديدة من الأسماك المملحة الأسماك المملحة على رأسها الفسيخ أكلة شعبية مصرية طوراستها الأجيال جيلا بعد جيل حيث كان يتناولها المصريون القدماء واستمرت حتى الآن وكانت وما زالت من أهم مظاهر الاحتفال عند المصريين في شم النسيم ومع الاحتفال بهذا اليوم لا يكاد يخلو أي منزل مصري من هذه الأكلة المميزة ففي أسوان لم يختلف الحال عن باقي المحافظات حيث يتوافد المواطنون على محلات الأسماك المملحة لشراء احتياجاتهم من الفسيخ والملوحة لاكتمال فرحتهم واحتفالهم نحب الملوحة، نحب الفسيخ، نحب الرنجة، نحب الليمون والطحينة نحب العيلة تكون مع بعضها والأسرة تكون مع بعضها مجتمع في الجنائين نحب النسيم طبعا ضروري جدا لازم نكون فيه الفسيخ والرنجة طلع مع الأهله طبعا من تلمع مع الأهله والصحاب والتقص سنوية لازم تهدي علينا التقص دي وتقدم المحال في أسوان أنواع عديدة من الأسماك المملحة والعلم من أشهر الأنواع كلب البحر التي يرجع سبب تسميتها بهذا الاسم لوجود أسنان حادة بها نحب الملوحة كلب البحر وعندنا سردين وعندنا مخل وعندنا بطارق فيه راية وفيه سردين بلدي برضو وفيه رنجة مدخنة تملح مرة وتملح مرة وتنال لحد يعني ممكن 15 عشر عشر يوم كده يكون بيجل كما يوجد نوع آخر من الأسماك المميزة يسمى سمك الراية وهو مخصص للتمليح فقط إضافة لسمك السرزين والرنجة الذي يتم إحضاره من محافظات الوجه البحرية ترجمة نانسي قنقر